يعني بداية نبدأ مع القرار التاريخي لاتخذ بالأمس من الجمعية العامة لأمم المتحدة قراءتك لهذا القرار دعنا نتحدث بشكل يضيف على ما قيل هناك جانب آخر إضافة إلى ما حق قلت فيما أتعلق ببيان الخارجية المصرية والتأكيد على أهمية هذا القرار ولكن هناك جانب آخر هذا القرار بهذا الإجماع 143 دولة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا ترعي الحق عندما تعترض الأسبوع أو في شهر إبريل الماضي وترفع عقل فيتو في مواجهة هذا القرار بينما الجمعية العامة لأمم المتحدة 143 دولة يؤكد حق الشعب الفلسطيني وحق دولة فلسطين فأن تكتسب العضوة الكاملة في المجلس الأمنة أو في الجمعية العامة لأمم المتحدة هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية يعني العالم يقول للولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى الدولة الكبرى في العالم عودي إلى رجدك عودي إلى مساندة الحق لابد أن يكون لديك ميزان أو رؤية بعينين وليس بعين واحدة ومن هنا أظن أن التوصية التي انتهى بها هذا القرار الذي صدر بالأمس بإعادة الأمر مرة أخرى إلى مجلس الأمس لعلها تكون رسالة لكي تكون الولايات المتحدة الأمريكية ترجع موقفها وتنصر الحق الفلسطيني فندم هذا التصويت هو تصويت تاريخي وقرار تاريخي لكن التوقيت أيضا ليه دلالة مهمة خاصة مع حلول الذكرى 76 تقريبا للنكبة يوم 15 لكن ماذا يعني أو ما أهمية هذا التصويت أو هذا القرار أهميته أنه يأتي في ظل حملة شعواء أو كما تفضلتم الحملة العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة هي حملة غير مسبوقة هي تجاوزات تتجاوز كل بدود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هي مجازل توجب محاكمة من يقوم بها محاكمة جنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية لأن ما يجري على أرض غزة منذ سبعة أشهر ويزيد هو نوع من أنواع الاستعراض القوة واستخدام كلمة مفرط قليلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحن نتحدث اليوم على ما يزيد على 130 ألف ما بين شهيد ومصاب إضافة إلى ما يقرب ويزيد على 20 ألف من المفقودين بالإضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية والفوقية لإقتعجزة كل هذا الأمر نتيجة اهتزاز في القرار السياسي والعسكري في إسرائيل حيال ما حدث في 7 أكتوبر من العام الماضي طيب سزة زهر إذا اقتربنا بالموقف الأمريكي خلال الأيام الماضية الأسلحات تخرج من البيت الأبيض تتحدث عن وقف إمداد إسرائيل ببعض شحنات الأسلحة وتعليق إمدادها بهذه الأسلحة وأيضا عدم التأييد الكامل لعملية موسعة في رفح ضغط أيضا من الداخل الأمريكي احتجاجات طلابية في معظم الجامعات كيف تقرأ الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية حقيقة دعنا نجزء الأمور لأنه هناك تداخل الحقيقة أنا يهمني كمصري وكمتابع أشير إلى التجاوب الأمريكي مع التحذير المصري هذا الأمر أراه واضحا في أن الإدارة الأمريكية تأخذ بمزيد من الجدية التحذيرات المصرية فيما تعلق بتحذير إسرائيل من تجاوز كافة الحدود والمحددات التي تعدها مصر أو عدتها مصر لمقاومات الأمن القوم المصري ومنها التواجد في المنطقة الموجودة في جنوب رفح أو في رفح فلسطينية في مواجهة رفح المصرية الدولة المصرية كانت محددة جدا ليسا للأمريكان فقط ولكن للجانب الإسرائيلي التحذيرات كانت واضحة ومحددة بأن أي مساز بمحددات الأمن القوم المصري سوف تكون أو سوف تواجه بمنتهى الحسم والشدة هذا الأمر يعني أن الدولة المصرية تفرق ما بين كونها دولة وسيطة وتقوم بدور كبير جدا في الوساطة وفي دعم المواطن الفلسطيني بالأساس وفي دعم إدخال المساعدات وفي دعم الحق الفلسطيني في المنظمات الدولية في ذات الوقت لا تنسى على محدداتها أو محدداتها التي تؤسسوا لاحترام للأمن القوم المصري الأمر الآخر فيما يتعلق بالموقف الأمريكي دعنا نقول على مستوى مباشر الولايات المتحدة شريك متضامد فيما جرى في غزة على مدى السبعة أشهر الماضيع دولة شريكة في هذه الجرائم لأنه من اليوم الأول وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى المنطقة وزهب إلى إسرائيل وقال أنا أأتي كويهودي وساندكم الرئيس الأمريكي ذاته جاء إلى الأراضي المحتلة والتقى بمجلس الحرب وأعلن دعمه الكامل كدولة لإسرائيل عسكرين وسياسيا وأمر حاملات التائرات بأن تقترب من الشاطئ الإسرائيلي والفلسطيني في البحر المتوسط إضافة إلى التعويضات التي جرت على مدى الأشهر الماضية من الأسلحة ومن الدعم المادي الذي حول من أوكرانيا إلى إسرائيل في هذه الحرب وبالتالي التسريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والتي اعترف فيها مؤخرا أن إسرائيل اكتشفنا أن إسرائيل ارتكبت عملات قتل بالأسلحة التي قدمناها عجب بالحقيقة سيد محمد زي ما حضركك ذكرت من نسبة للشق الأول من إجابة حضرتك هيا الموقف المصري وموقف واضح وصريح وقوي حتى التحذيرات تأخذ في عين الاعتبار وعلى محمل قد